السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفلاني اذا اليوم ان شاء الله سنخصص هذا الفيديو للسنة الثالثة اعدادي مسلك عام وبالضبط في بداية الدرس الاول هو الكشف عن الاغذية وذلك باستعمال ما يسمى بالكواشف اذا اذا الكواشف ما هذا ما هي الا عبارة عن مواد كيميائية نستعملها للكشف عن بعض الاغذية البسيطة اذا اعيد ان الكواشف هي عبارة عن مواد كيميائية تكشف لنا عن غداء بسيط معين موجود داخل الاغذية اذا ابقوا معنا سنبدأ هذا الدرس اذا محاور العرض لهذا الفيديو اذا سنبدأ بالتقديم ثم سنتمن بالنشاط الذي سوف نستعمل ثم الهدف من هذا النشاط ثم الادوات المخبرية التي سوف نستعملها خلال هذا النشاط للكشف عن الاغذية او للكشف عن الاغذية البسيطة ثم سوف ننتهي بالمناولة والنتائج من خلال القيام بعد ببعض التجارب اذا 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 هذه الوحدة فهي تنظر من دم الوحدة للوظائف الاقتيات والتربية الغذائية اذا فهي اول وحدة تدرس بالسنة الثالثة اذا بخصوص التقديم فالجسم يتكون من مجموعة من الاجهزة سواء الجهاز التنفسي سواء الجهاز دوراني سواء الجهاز الهضمي سواء الجهاز التناسلي سواء الجهاز العصبي وكل جهاز خصصنا له عضو عضو رئيسي داخل هذا الجهاز اذا لا بد من التفريق ما بين الاجهزة لان كل الجهاز له دور معين في الجسم اذا مثلا الجهاز دوراني فهو يتكون من القلب والاوعية الدواوية فاذن القلب فهو يوزع مختلف مواد القيت والغازات التنفسي على مستوى اعضاء الجسم الى غير ذلك اذا الهدف من هذه الحصة هو الكشف عن مكونات الاغذية وذلك باستعمال ما يسمى بالكواشف كما تعلمون ان السنة الثالثة اعدادة فغالبية التلاميذ يدرسون سواء بالكتاب المدراسي في رحاب علوم الحياة والارض او في الواضح في علوم الحياة والارض اذا يوجد تقريبا فرق صغير او فرق بسيط بينهما في بعض وطائق الاستثمار خلال الحفصة الدراسية ولكن يبقى الدرس عامة بالنسبة للجميع التناميذ اذا اذا قبل ذلك فبصفة عامة الاغذية فهي نصنفها من حيث اصلها الى اغذية ذات اصل نباتي واغذية ذات اصل حيواني وكذلك هناك تصنيف اخر من حيث التركيب الكميائي اذا من حيث التركيب الكميائي فهي نصنفها الى ثلاثة اقصام اغذية غنية بالدهنيات اغذية غنية بالبروتيدات واغذية غنية بالسكريات اذا مثلا اغذية غنية بالدهنيات الجب اللحم الخاروف زبدة جوز زيت الى غير ذلك اغنية غنية بالبروتيدات مثلا تصنيف سردين دجاجر إلى غير ذلك ثم اغذية غنية بالسكريات أسل خوبز تمر إلى غير ذلك اذا السكريات والبروتيدات والدهنيات نطلق عليها اسم اغذية بسيطة إضافة إلى الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات إذن بالنسبة للنشاط ديل هذا الحصة هذا فخلال هذا الحصة هذه الطبيقية سنتطرق إلى الكشف عن مكونات الأغذية إذن خاصنا تعرفوا مثلا الغذاء أخذنا مثلا الخبز خاصنا تعرفوا عن المكونات ديله وذلك باستعمال ما يسمى بالكواشف لأن الكواشف شنو الدور ديله أنها تكشف لنا عن وجود أو غياب الغذاء البسيط بداخله إذن سوف نكشف عن البروتيدات أو إما كنسميها البروتيدات أو البروتينات وكذلك سوف نكشف عن الدهنيات وسنكشف عن السكريات سواء السكريات البسيطة أو المعقدة إضافة إلى الأملاح المعدنية إذن دائما في المطبخ تستعملون بعض تقنيات للكشف بشكل غير اعتباطي تقومون بأشياء وهذه الأشياء تكشف لنا عن بعض الأغذية البسيطة إذن من حيث الأدوات المخبرية التي سوف نستعمل خلال هذه الحصة مثلا سوف نستعمل قمع، ورق ترشيح، مصة، أنبوب اختبار إلى غير ذلك أو دورق مخروطي أو حوجلاء إلى غير ذلك هذه كلها عبارة عن أدوات مخبرية نستعملها لكي تساعدنا في الكشف عن الكشف عن بعض الأغذية البسيطة اللي هي الماء، الأملاح المادنية، الفيتامينات، السكريات، الدهنيات، والبروتيدات، إذن نعقل عليها السادية الأغذية البسيطة إذن هناك أيضا أدوات مخبرية أخرى نستعملها مثل كأس ملقات لوضع الأنابيب ووضعها على موقع البنزين، ثم موقع البنزين، ثم قنينة ماء إلى غير ذلك إذن كلها أدوات نستعملها للمساعدة على الكشف على الأغذية البسيطة إذن تابعونا لكي تستفيدوا من هذه الحصة التطبيقية مئة في المئة إذن سوف نبدأ على بركة الله بالكشف عن السكريات وقلنا على أن السكريات فهي تنقسم إلى قسمين فهي سكريات معقدة بحال شهد السكريات المعقدة مثلا النشا إذن النشا فهي كتواجد في الخبز، كتواجد في القطاني إلى غير ذلك إذن تصنف ضمن السكريات المعقدة لأنها تتكون من مجموعة من الأغذية البسيطة أو أفواً من مجموعة من السكريات البسيطة ثم لدينا ما يسمى بالسكريات البسيطة كمثال بالنسبة للغليكوز إذن الغليكوز فهو عبارة عن سكر بسيط إذن هناك سكريات معقدة وهناك سكريات بسيطة إذن سندرس مثال النشا والغليكوز النشا سكر معقد والغليكوز سكر بسيط أو نسميه أيضاً بسكر مختزل إذن بالنسبة للمناولة والنتائج سنبدأ بالسكريات المعقدة إذن مثلاً الخبز فهو يحتوي على النشا إذن للكشف عن السكريات المعقدة نضيف قطرات من الماء اليوضي إذن هذا الأنبوب الذي يحتوي على الماء الأصفر فهو يسمى بالماء اليوضي إذن الماء اليوضي عندما نضيفه على الخبز يعطينا تلون أزرق يعطينا تلون أزرق بنفسجي إذن هذا دليل على أن الخبز يحتوي على النشا إذن طريقة بسيطة للكشف عن النشا إذن نستعمل ما يسمى بالماء اليوضي الماء اليوضي نضيفه على الخبز مثلاً حينما يعطينا تلون أزرق بنفسجي نقل على أن الخبز مثلاً يحتوي على النشا نمر الآن بالنسبة للسكريات البسيطة إذن بالنسبة للسكريات البسيطة ماذا نستعمل؟ فنستعمل ما يسمى بمحلول فيهلينغ نستعمل محلول فيهلينغ إذن نأخذ إناء ونضع رشاحة الخبز في الإناء أو في أنبوب اختبار ونضيف عليه محلول فيهلينغ ثم نسخن وعندما نسخن فنحصل في نهاية التجربة فنحصل على تكون راصب أحمر أجوري إذن هذا الدليل على أن الأنبوب يحتوي على الجليكوز أو يحتوي على سكر بسيط إذن تجربة جد سهلة وجد بسيطة إذن نستعمل محلول فيهلينغ للكشف عن السكريات البسيطة زائد سخن ويعطينا تكون راصب أحمر أجوري إذن بالنسبة للدهنيات إذن كيف طريقة الكشف عن الدهنيات إذن دائما للكشف عن الدهنيات فإننا نأخذ ورقة بيضاء ثم نأخذ قطعة الغذاء ونحكها على الورقة البيضاء نأخذ ورقة بيضاء ونأخذ الغذاء ونحكه على هذه الورقة البيضاء حينما تترك لنا يترك لنا الغذاء على الورقة بقعة شبه شفافة تبقى رغم التسخين نقول على أن ذلك الغذاء يحتوي على الدهون أو يحتوي على الدهنيات إذن تعرفنا على طريقة السكريات والدهنيات ثم الآن سنرى طريقة الكشف عن البروتينات أو البروتينات صحيح؟ إذن بالنسبة لطريقة الكشف عن البروتينات أو البروتينات إذن ما نأخذه؟ إذن العنصر الذي نستعمله للكشف عن البروتينات هو حمض النيتريك حمض النيتريك إذن نضيفه على الغذاء حينما يعطينا تلون الأصبار نقول على أن ذلك الغذاء يحتوي على البروتينات صحيح؟ إذن نأخذ حمض النيتريك ونضيفه على قطعة الخبز ونضيف حمض النيتريك ويعطينا تلون الأصبار إذن هذا دليل على أن ذلك الغذاء يحتوي على البروتينات أو البروتينات عندما ينعي إذن هناك طريقة بسيطة جداً أو نأخذ الحليب ونخطره ونضيفه 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 حمد نيتريك ويعطنا تلول أصفر بالنسبة للكشف عن الأملاح المدينية إذن بدأنا بملح الكالسيوم ملح الكالسيوم الطريقة جدا بسيطة مثلا نأخذ الحليب ونضيفه أو نأخذ رشاحة الحليب أو رشاحة الخبز ونضيفه عليه أكسالات الأمونيوم أكسالات الأمونيوم هدي فهو كاشف أكسالات الأمونيوم وبعد مدة نحصل على راسب أبيض تعطينا راسب أبيض إذن هذا يجب على أن الحليب أو الخبز يحتوي على ملح الكالسيوم إذن طريقة جدا بسيطة قد نرشحة الخبز أو رشحة الحليب في الإناء ونضيف عليه أكسالات الأمونيوم تعطينا راسب أبيض بالنسبة لملح الكلورور طريقة الكاشف عن ملح الكلورور لاشنو نستعمل الكاشف اللي هو نترات الفضة كذلك نأخذ رشاحة الخبز أو رشاحة الحليب ونضيفه عليها نترات الفضة ثم بعد مدة نلاحظ تكون راسب أبيض وكلما قررنا هذا الراسب الأبيض من الضوء أو من أشعة الشمس يصبح لدينا راسب أسود إذن هذا دليل على أن رشاحة الخبز أو رشاحة الحليب فهي تحتوي على ما يسمى بملح الكلورور إما كنسميها ملح الكلورور أو أملح الكلورورات أو ملح الطعام أو ملح السوديوم نفس التسمية إذن بالنسبة لهذا الجدول فهو يلخص لنا رأينا إذا لدينا الأغذية مثلا الخبز والبطاطس نضيف قطرات من الماء اليوضي إلى هذه الأغذية النتائج هو أن طرف نحصل على على تلوون أزرق بنفسجي استنتاج على أن هذه الأغذية تحتوي على النشاء الحليب والخبز نسخن عين من الحليب وا عين من الخبز نلاحظ تساعد بخار الماء وتكوون في القطيرات لكن الحبز والحليب يحتوي على الماء نضيف قطرات من حب النيتريك إلى هذه الأغذية نحصل على تلوون أصفر هذه الأغذية تحتوي على البروثي دات نضيف قطرات من حلو الفوهلنج إذن نضحي تكون راسب أحمر أجوري إذن هذه الأغذية تحتوي على سكر الجليكوز أو سكر بسيط إذن نضيف قطرات من نطرات الفضة إذن نحصل على راسب أبيضية سود تحت تأثير الضوء إذن هذه الأغذية تحتوي على